السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد أبو عرب وإحنا النهاردة مع الفاينل ريفيجن للجرامر لكانكت سيكس ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض في البداية أنا حابب أقولك إن إحنا عندنا تسع موضوعات جرامر وكلهم أسهل من بعض وكلهم حاجات سهلة يلا بينا أنا كتبت هوم لك علشان الفيديو ما يطولش وتعالى نشوف أول حاجة معينا أول زمن معي هو الباست سيمبل الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط الماضي البسيط زي ما أنت ما خدت معي قبل كده الفيربز بتتحط في سلتين أو في تو باسكتز السلة الأولانية اللي هي الرجلر ودي حضرتك لازم تحفظها ملهاش قعدة زي لما جا أقولك إن جوه هتيجي تقول الباست بتاعها هو وينت أو درينك الباست بتاعها درينك أو إيت الباست بتاعها أت تمام تمام غير الأفعال دي أو غير الفيربز دي حلشان أحط لي الفيرب ده الباست بتاعه أنا بلاحظ كده إن أنا بحط حاجة من السري كاينلس أو الثلاث أنواع دون لا إما اللي أنت بتحط للفيرب إيدي زي واتش زي بلاي معظم الأفعال الماضي بتاعها بيتجابها من طريق إن أنت بتحط للفيرب إيدي خلاص خلاص طب وإنت ماشي بالصدفة كده لقيت فيرب زي رايك أخر إيه تفتكر الفيرب ده يتحط له برضو إيدي طب ما هو عنده إيه آه يبقى في الحالة دي هحط له دي خلاص كده يا مستر طيب لو أنت جدك فيرب آخر Y والY ده هو قبله R الR من الليترز أو الحروف اللي هي الكونسيننت في الحالة دي أنا هشيل الY وحط IED لكن خلي بالك لو الY قبلها حرف من الفولز اللي هي الA والE والI والO والU أنت في الحالة دي ما بتشيلش حاجة بتحط ED يلا بينا عيد تاني يبقى علشان تخلي الفيرب باست لازم تبقى حافظ الباست بتاع الأفعال دي وجهية الأوروجنر غير الفيربز دي أو الأفعال دي لو الفيرب بجيين لك آخر U يحط له دي آخر Y قبلها حرف ساكن كونسننت شيل الY وحط IED غير كده هتحط ED لمعظم الأفعال أو الفيربز بما فيها الY اللي قبلها فول طيب الباست سامبل بيعبر عن حاجة happened in the past and ended يعني حاجة حصلت وانتهت في الإيه في الباست خلاص طيب انت بتحط الفيرب في الباست بالمزاج يعني قالك لا لو انت شفت word أو keyword أو حاجة من الكلمات دي بتحط الفيرب في الباست زي مين last in the past once ago yesterday in one day تيجي نقول داني last in the past once ago once ago yesterday in one day طيب قبل ما نشوف الكلمات دي أو نسيب الكلمات دي هقول لك خلي بالك من شوية حاجات ان كلمة last بيجي بعديها time عشان دي بتيجي في الامتحان يعني مثلا ممكن اجا اقول لك كده I saw عادل ago week فطبعا تقول لي لا يا مستر اللي بيجي بعدها time هو last او ان انا اقول لك I saw عادل three days last تقول لي لا يا مستر اللي بتجي في الاخر وقبلها time هي ago يبقى فهمت ان ago بيجي قبلها time اما last فبيجي بعدها time كمل معايا طبعا نوراجل جالي في الامتحان قال لي حط كلمة not طبعا نت دي قصد بيها مع البست سيمبل هي did not اللي هي بتتحول لdidn't وخلي بالك ان didn't بيجي بعدها in infinitive عشان دي سوء ان في الامتحان نكمل نكمل طيب لو انا حبيت اعمل user no question انا بحط did في الاول وما تنساش ان الفربي بيجي بعدها في الانفينتف يبقى did he play please blade هقول له لا did بيجي بعدها in infinitive اي سؤال بدد هو معنى هل بجاوب عليه لا اما بيس لا اما بنو ما تنساش النيس بيجي معاها affirmative يعني بيجي did اما نو فبيجي معاها negative اللي هو didn't عشان نو بتحب not يبقى انا وجالي في الاختيارات قال لي yes he didn't اقول له لا yes he didn't لو قال لي no he didn't اقول له no he didn't طيب الwh constitution يا شباب طبعا بحط الwh constitution او how في الاول زي what مثلا زي where بعدها على طول عشان ده بيجي في الاختيارات او بيجي في الترتيب بمعنى ادق يعني يبقى ده number one ده number two ثم ده number three والverb number four عيد تاني يا مستر what did he play هشتوب what هشتوب did هنزل he بما اني كان فيه did فبلاي دي الباست بتاعها بلايد وهكم من هما كانوا بيلعبوا ايه وات تبتسال عن غير العاقل فهوحط ايه فوتبول طيب تعالا نكمل تعالا الكلمة اللي احنا شفناها ورا I lost you in the past once ago yesterday حضرتك لو شفتها بتستخدم was ما بتستخدمش اهم ولا اس ما تنساش ان was بتجي مع اي وهي وشي و ات لو شفت الوردز دي حضرتك بتستخدم where ما بتستخدمش or وما تنساش ان where بتجي مع وي وي وذي او البلولر بعكس was بتجي مع السنجل شفت الوردز دي باستخدم dead ما باستخدمش لدو وندس طيب شفت الوردز دي باستخدم had ما باستخدمش have او has باستخدم code ما باستخدمش كان باستخدم word ما باستخدمش ولا طبعا دي بعض الوردز بتاعتنا تعالى نطبع علشان تطلع فهم يلا بينا تعالى نشوف كتاب المعاصر وتعالى نشوف page number 26 وتعالى نشوف ازاي بتجي فيلم تاعت طبعا هنا انا عناية بسط على yesterday فبالتالي هجيب الباست بتاع play اللي هو plate هات اللي بعده عناية بسط على last فهجيب الباست بتاع buy اللي هو about طبعا مش هحل انا اسيب لك انت اللي تحل yesterday yesterday homer didn't طبعا احنا قلنا didn't بيجي بعدها the infinitive فبالتالي شاطري اللي بتحل قبلي came هتاخد come هات اللي بعده كلمة last موجودة فبالتالي احنا قلنا هنا هو باستخدمش مع الوردز دي باستخدمش do or does باستخدم did فبالتالي هحط you ما بتاخدش words بتاخد where يبقى where عشان ما احنا بيجي وير وير ازاي هقول where ده هي اللي هي اينة وير دي اللي هي كان where where you part يعني معناها اين ولت هات اللي بعده في هنا حاجة احنا كنا عايزين نقولها برضو اهي هي موجودة في الملاحظات بس انا عدتها اللي هي اهي مستر بيقول لك ايه الفرق ما بين did was where يعني انا لو جبت كلمة زي دي last or in the past once or ago وجبتلك did was where اخ استخدم اني واحدة بص يا امر did دي دي انا باستخدمها لو انا عندي verb اهو يبقى لو في verb باستخدم did طب لو انا الجملة مفهاش verb باستخدم was aware يعني انا بيقول لي he at home yesterday هو كان في البيت مبارح ما عنديش verb فبالتالي ما ينفعش احط did طب انا لقيت هنا verb ما ينفعش احط was where عشان was where دي بتخلي الverb يتحط له ing ودي هناخدها كمان شوية اوكي طيب يبقى انت هنا الجملة دي مفهاش verb فمفهاش did طب يو بتاخد مين بتاخد where where noha at home last night ادي ناست موجودة فبالتالي مش نوها دي مش هتاخد where هتاخد was three hours ago اجو موجودة فبالتالي مش هتاخد was هتاخد did تعال نكمل هاتلي page number 27 ويلا بينا نكمل page number 27 يا شباب وتعال نشوف number 8 في حاجة كده صغيرة عايزة اقول لك عليها تخلي بالك منها اي حاجة حصلت في الماضي او بتدله على الماضي فهي تعتبر keywords تعتبر كلمة دلة ازاي يعني مثلا المصريين القدماء دول ده خلاص ماتوا الناس ماتوا وعملوا له حضارة فرعونية الجميلة وخلاص يبقى ده كل حاجة بتاعتهم best اوكي طيب did دي موجودة فانا هستغري من infinite بعدها كيبتا هتبقى keep هاتلي بعده i not grow طبعا احنا قلنا مع طبعا هنا مفيش كلمة دلة بس هنا الجملة التانية بست simple فما ينفعش اعمل الجملة نصها present ونصها بست بالضبط ففي الحالة دي انا هحطي هنا didn't هتبقى i didn't وgrow زي ما هي في الانفينتف i didn't grow up in Alexandria i grew up in Cairo يعني ما كبرتش في اسكندريا كبرت في القاهرة we was very happy yesterday طبعا احنا قلنا هنا yesterday موجودة ما حدش حط يد دي بقى مفيش verb هجيب mean من نفس الرف بتاعها was where was موجودة ما بتحب شوي اختها mean where did you had طبعا قلنا infinitive هاد هو مين هو هاف i go to الازهربارك two days ago طبعا اجو موجودة فبالتالي جو هجيب الباست بتاعه اللي هو shorter went هات اللي بعده number 13 we have a lot of homework yesterday يستردي موجودة هجيب الباست بتاع هاف اللي هو هات الانهور will you born in Giza طبعا يا مستر هنا في برضو ملحوظة بيقولك خلي بالك اني will you بتتحول ل i was فطبعا هنا هقوله no i was born in Cairo مش هنفيه يعني انه هو الراجل هنا جاي بمدينة غير المدينة يعني انت تولدت في الجزاء قال له لا انا تولدت فين في القاهرة did they visit the museum last week no they طبعا هنا هقوله انه لو بتحب not فهقوله didn't ودي احنا شرحناها من شوية هات اللي بعده a travel yesterday طبعا بجيب الباست بتاع الوردز دي اللي هي why you finish your English homework last week طبعا هنا last موجودة هجيب حاجة دل على الباست اللي اتنين دول دلين على الباست بس بما ان انت عندك برب في الانفينيتب فهتروحني مين لديدينت my family and i in a swan when i was young طبعا يا مستر when i was دهي دي حاجة دل لاني الجملة دي في زمن الباست فهنا هقول lived my family and i lived my family and i lived انا وقصري تعيشنا فيه اصوان لما كنت صغير او شاب when did they طبعا احنا قلنا did موجودة هجيب الانفينيتب فهجيب الانفينيتب هو fly طبعا لو انت بقى من الناس اللي مش مذكرة قوي يعني ودي طبعا حاجة هتزعلني فالانفينيتب هتشيل منه ال i and g و ال s و تبقى انت اختياراتك مبين دي او دي طبعا لو انت مش عارف فاكدها هتعملها غلط فلازم تحفظه he tired after a long trip yes he was طبعا هنا هي لمحة مين who's يبقى هو سائل بمين شغطر بوس was he tired هل هو كان متعب بعد الرحلة الطويلة تعالى نشوف حاجتين what a طبعا هنا يا مستر هو بدأ بالبست فهنا هنا اقول what did you do there we هجيب البست بتاع have هو hat وهنا البست بتاع دازها تبقى did did بيجي بعدها infinitive هو have وطبعا هنا full البست بتاعها هو fail طيب لسه مكمل معاك وتعالى نشوف كتاب الجيم جايب لنا اسئلة ايه في حاجة صغيرة كده خلي بالك منها ان كلمة there ده هي مستر مسموح يجي معاها full words بس اربع كلمات بس is or are ودول present ما نجدع بيهم was where ودول past طبعا تعرف ان was للمفرد وان where لبلولة الجامعة طبعا بيقول لك مامز كتير فانا هنا هقول له where there where there are a lot of mommies in the museum هل كان في كثيرا من المومات في المدحف هات اللي بعده i travel last month طبعا لست دل على البست فبالتالي هاخد didn't هات اللي بعده he to get some information about the museum yesterday يستردي موجودة فانا هاخد needed هات اللي بعده we are wonderful guys during our last visit طبعا هنا لست موجودة فهجيب البست بتاع meet هو met number ten they didn't the infinitive اللي بعد didn't او الحاجة الكلمة اللي بتيجي بعد didn't في ال infinitive هي feet كمل معي بيجي number 19 لو انت معك الجام احنا قلنا ال ancient Egyptians بدول حاجة بتدل على البست فهجيب البست بتاع love هو loved حط الهادية عشان اخرها ايه we like cats when we were young طبعا هقوله we didn't like لي يا مستر عشان هنا كلمة او عبارة او expectations بيدل على البست اللي هو when ومعاها woes او where omar didn't travel طبعا هجيب ال infinitive من travel ده اللي هو travel the terms be fall golden artifacts طبعا يا مستر هنا بيدي بتتفك بwoes او where او بامو is or بتفك بـ five dollars فطبعا هنا المقابل عايز اقول كانت مليانة بي القطع الاسرية طبعا هنا هقوله where طبعا الجملة دي بتحتمل are برضو بس هو مش هيجيب هذا كده في الامتحان هيجيبلك حاجة كده بتدل على البست لان ممكن اقول ان المقابل مليانة بالقطع الاسرية او كانت مليانة تمام يا مستر بذير احنا قلنا زير بتيجي مع five words فالانشنت ايجيبشنز او الانشنت ايجيبت مصر القديمة بتخليني اخد البست اللي هو was or where فبالتالي سنيكسي دي هتاخد where where there هات اللي بعده ميسيز هودا تيجي البست بتاعتش اللي هو توت I go to the grand museum طبعا البست بتاعتش اللي هو وينت do وفي يستردي دو البست بتاع اللي هو دت they teach their monkeys different tricks طبعا البست بتاعتش اللي هو توت they not try طبعا هنا هقوله they didn't try to solve the problem in our last meeting وطبعا لا استدل على البست فانا هجيب didn't لسه مكمل معاك وتعال نشوف كتاب الباهر بجي نمبر 21 ونشوف الاكسرسيز ده I become a teacher last year طبعا هنا هود الكلمة لست هتخليني اخد البست بتاع become اللي هو بكا هات اللي بعده number two do the ancient Egyptians keep cats as pets طبعا هنا البست بتاع do هيبقى did هات اللي بعده where did they went yesterday طبعا هنا هو did موجودة فهجيب ال infinitive بتاع went اللي هو go هات number four they see a lot of nine things at the museum last week طبعا لست موجودة فهجيب البست بتاع see اللي هو so هات اللي بعده number five when does they go to alexandria وطبعا هنا وجود last فهيخليني اخد البست بتاع دازل اللي هو did ancient Egyptians البست بتاع believe هيتحط له دي عشان هو اخره ايه what I believed is that cats kept them safe I didn't like it walking طبعا هنا مستر didn't تهجيب ال infinitive بتاع like اللي هو like like it like هاني باي a new car last friday طبعا هنا باي البست بتاع بوت I know it be at school last sunday طبعا ما تنسى shouldn't be my sunday بتبقى was where وهنا الآية هتاخد was هتبقى I wasn't at school did you an infinitive بتاع هاد اللي هو have did you have a nice weekend يلا بنا تعالا نشوف التدريبات بتاعة البت باي بت وتعالا نشوف الكشن دا وركز مها twenty six number one do you have a nice weekend yesterday طبعا يستردي ما نقوله فبالتالي دو هتتحول لdid they went to go to the apart last week طبعا هنا هاي مستر احنا قلنا لو انا عندي verb فانا هنا هجيب didn't ما بجيبش was aware فبقوله they didn't to go number three they believe that cats looked after them طبعا هنا looked dd post للا على البست فبالتالي believe هجيب البست بتاعها believed هغير الاس لدي عمر goes to the market last week طبعا هنا لست موجودة فهخلي goes هخليها went لسه مكمل معاك وتعالا نشوف درسي تاني من دروس الجر عمر اللي هو prepositions of place يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ طبعا قبل ما نبدأ حروف جر المكان ده ايه انا بسأل عليها ب where ما تنساش وهنا where معناها اينها طيب طبعا يا مستر لو في اتنين جنبه بعد فبقول next وما تنساش ان هنا next تيجي معاها to اللي هي بo واحدة عشان دي هتيجي بعد كده في correct والاختيارات كلمة between ده انا بختارها لو انا عندي كلمة بعدها جامعة او بلولار يعني مثلا عن سبيل المثال هجا اقول لك i said between the boys انا قاعد ما بين الولاد يبقى هنا boys دي كتيرة فانا هاخد between طب لو ما فيش boys لو في كلمة and باخد برضو between i said between علي and عمر يبقى انا قاعد ما بين علي وعمر ما يفعش اقول i said between علي واسكوت ما يفعش اقول انا قاعد بين علي واسكوت تمام؟ بالاضافة ان انا عندي حاجة تلتة من حاجات اللي بتيجي في الامتحان اللي هي in front of وكلمة in front يجي معها off وكلمة off يجي قبلها in front الثلاثة دول مرتبطين ببعض زي كلمتين دول مرتبطين ببعض حاجة اخيرة لو انا جت قلتلك ان انا i can't see you ان انا مش شايفك يبقى انا اكيد انا behind حاجة انا ورا حاجة او ممكن اكون انا under تحت حاجة اوكي وطبعا دي كلها هتبان معايا في الexercises ان احنا هنشوفها دلوقتي يلا جينا تعالى نشوف الاكسرسيز بتاعنا بيتكلم عن ايه لسه مكمل معاك وتعالى نشوف الاكسرسيز من كتاب الجيم الاضواء وهنا فيه بيدل على السؤال ده number two in it's in the museum طبعا اني دي اللي هي حرف جره اللي هو in فبالتاني انا هسأل بwhere زي ما اتفقنا من شوية where is the king's mask فين قناع الملك هو في المدحف هات اللي بعضو the dog was hiding طبعا انا بسيب الحاجات اللي هي ملهاش دعوه بالجرامر the dog was hiding the door and i couldn't see it لسه اقل لك من شوية لو انا قال لي ان انا حاجة مش شايفها يبقى لاما الحاجة دي تبقى behind لاما تبقى under تحت تبقى مختفية عن العيو فهنا بيقوله ان الكلب ده كان مستخبي ولا الباب عشان كده انا ما شفتهوش هات اللي بعضو where is my jacket it's in the closet طبعا هنا يا مستر ما ينفعش هقوله in front عشان ما فيش off ما ينفعش هقوله next ما ينفعش between احنا لسه اينين عليها لازم ان تكون بعدها جامعة او كلمة and فانا هقوله it's in the closet هو في الدولاب the building is the school and is a shopping mall قلتلك من شوية لو عندك كلمة and خد between وانت مغمط يبقى المبنى ده بين المدرسة و المال هات اللي بعده look down your pen is the desk بص التحت يبقى كده على طول اللي هو under the disk يعني الالم بتاعك تحت الديسك لما ينفع حاجة ثاني next مش هتنفع انفرنت مش هتنفع عشان مفيش off وبتون مش هتنفع عشان مفيش كلمة and زي اللي فوق فهتبقى under تعالى نشوف لو في حاجة ثاني او exercise الثاني هون page number 30 تعالى وركز معي اذا كسل الرجل هنا هون جايب قلنا حرفة الجرة اللي احنا اشتغلنا عليها من شوية بتسأل عليها بwhere فانا هنا هقول where مش when my house is next طبعا نكست ينزق فيها to فهقول له next to بس انا طبعا هنا الرجل مش عايز to عمال عايز off فقف ميتحب مين شاطر ماي حاوز بس انا هقول له my house is in front of the school حبيبا always puts the bins in front طبعا in front هنا مش عايزة وعايز حاجة بتجي معته هقول له مين شاطر next to number 4 the office is next to the bathroom and the elevator طبعا احنا قلنا كلمة اندي دي مرتبطة مين اللي بتذاكر between هات اللي بعده would you put the book in the shelf please طبعا ممكن تحط الكتاب دهو طبعا الرف ده بتحط عليه كتب مش فيه كتب ببقى on the shelf i can't see him i can't see him i think he is the tree طبعا هنا هقول له حاجة مش شايف هيبقى behind على طول انا مش شايفه عشان هو ورا الشجرة the keys fell off on the couch يبقى المفاتيح دهي وعد ايه على الكوتش ولا في الكوتش طبعا هنا هيقصد بيها اللي هي in the couch في الكنبة وطبعا مانكو ممكن برضو يقصد بيها اللي هي وعد under the couch اللي هي تحت الكنبة تعالى نشوف حاجة تاني هاتلي المعاصر ويلا بينا نقول بسم الله هاتلي page number 35 وتعالى نشوف الاكسرسيز ده the library is behind to the computer room طبعا هنا هقول له ان المكتبة دهي في 2 موجودة فهقول له next is 2 number 2 the boy is hiding the tree i can't see him طبعا هقول له behind hiding ايه ورا الشجرة عشان كده انا مش شايفه the teacher's desk is طبعا موجود كلمة عنده هقول له انت يبقى مكتب المدرس دهو مبين البورد ومبين الويندو the television is front of طبعا front of يجاب لها in front of مش on front of هقول له in front of number 5 the calendar is naked طبعا نكستل فيها 2 هقول له 2 بوستر there is a photo طبعا هنا on the wall على الحيطة there are many animals طبعا هقول له في حيوانات كتيرة in the first في الغابة there is some trees in front وهنا اقول له F1 مش double F تعالى نشوف لو فيه اكسرسيز تاني في اي كتاب نحاول نشتغل عليه كمل معايا وتعالى نجيب كتاب الباهر page number 25 ونشوف questions دي طبعا هنا page number 25 بيقول the ancient Egyptians the first found metal طبعا مصر نقوم اول موجود المعدن ووجدو in the rocks في الصخور هات اللي معليها number 2 the apple is to the box ولي طبعا هقول له ان كلمة 2 مرتبطة ب next to بجوار the cat is of the chair طبعا اوف مرتبطة ب in front in front of هات number 4 he has a thin beard طبعا اللحية دهي بتبقى ايوه next to has a chain من جنب ايد نبتاعه هات اللي معدو number 5 there is a snake the top of Tutankhamun's head طبعا هنا يقولك في تعبان بيبقى فور راس تمسال Tutankhamun هات اللي معدو number 6 i can see an apple the apple of the table and the fox طبعا كلمة and تخليني عنا طول اخد between number 7 there is a boy the door so i can't see him طبعا كانت سي عنا طول مرتبطة بكلمة behind انا مش شايفه فبالتاني هو وراه i like walking the air the fresh air طبعا هقوله انا بحب المشي in the fresh air في الهواء الطلق there is a apple طبعا 2 بتخليني اخد نكس to the box i can see a puck the table and the desk طبعا هنا اندي موجودة فبالتاني مرتبطة بكلمة between number 4 the apple the apple is behind of the box طبعا هنا اوف مرتبطة بكلمة in front of number 5 there is a cap the top of his head طبعا هنا اقول له on the top of his head خليني بلاك هنا كلمة الطب اللي هي اعلى ومقدمة يبقى اقول له على المقدمة بتاعت رأسه علي السيرنج نكس طبعا نكس مرتبطة بكلمة there is a pen the box يبقى لك انه في الم on the box على الكتب my brother will put his shoes the chairs طبعا هنا هقول له اخوة دائما بيحط الحزاء under the chairs تحت الكراسي دا بالنسبة لي الدرس دا تعال نشوف number 3 بتاعنا بيكلم عن ايه ونتكلم عن ال يلا بينا نشوف ال موضوعي انا كتبت هم نكاهم ركز معي طيب تعالنا ناخدهم بصورة حكايات كده زي اطفال بتوكيجي بنقولك كان يا مكان يا سعد يا اكرام كان فيه اربع ولاد الاربع ولاد دول كانوا فيهم ثلاثة قريبين من بعض وكان فيهم واحد بعيد اللي هو معمول باللون اليالو ده يلا بينا تعالى ناخدهم ونشوف معانيهم ونشوف كل واحد فيهم وما تقلقش سهلين جدا اول انتنسفير معايا هو very very equal so very so معناهم جدا انا عايز اقول ان الحاجة كتيرة جدا وطبعا زي ما انت ما شايف كده هو مالي circle بتاعتها حاجة كتيرة جدا شطر جدا جميلة جدا فبقول very وبجيب بعدها ال adjective انا هنا very بيجي بعدها مين adjective اعميزها بايه very بيجي بعدها adjective ومعناها ان الحاجة ايه كتيرة جدا very or so طيب لو انحاجة الى حد ما يعني الولد ده بيجيب 100% فبقوله very clever طب الولد ده بيجيب 40 50 60 في الحالة دي هقوله quite clever يبقى quiet وvery الاتنين بيجي بعد يوم adjective بس very بتفيد القوة قوي انك quiet بتفيد يعني شغل نص ونص اما ريلي بقى فمختلفة شوية ليه really عادة بتحب يجي بعدها ال verb انا كده بدأ تميز حاجة اود لو الحاجة عندي بعدها صفة هاخد من الاتنين دول بعدها verb هاخد ده بعدها صفة هاخد الاتنين دول بعدها verb هاخد ده ايه تاني adjective صفة هاخد دول بعدها verb هاخد ده really really معناها حقا تمام يا مستر تمام طب سؤال محرجة مستر اسأل لو جاب اللي اتنين دول وجاب صفة adjective هنا هشوف المعنى زي ما هنشوف كمان شوية هنشوفه والولد ده شاطر جدا بيجي في فول مارك يعني اقال لي مثلا فبالتالي ده هقوله ايه هي ازا جدا بفول مارك هو جاب الفول مارك فبالتالي ده هقوله ان هو ايه very clever ولا كويات clever فهمت اقصدين طيب السري بقى دول بيجوا مع الاثرمت مع جملة خبرية ما فيهاش نط يبقى السري دول ما بيحبش نط ايه تانية مستر ايه تانية دول بيكتبطوا مع بعض ان هما ما بيحبش نط ولا كوسش يبقى لو مفيش نط ولا كوسش هاخد ات اول وهي كلمة ات اول ده عادة مش قاعدة قوي يعني عادة بتيجي في اخر الجمل يبقى ات اول بتيجي مع الجمل اللي فيها نط شفت نط او شفت كوسش امرك هاخد ات اول اللي هي على الاطلاق طيب ما شفتش نط ولا كوسش امرك هاخد لامة quite لامة very او so اللي هي جدا لو فيه اجيكتب طيب مفيش نط ولا كوسش وفيه ويبقى هاخد من really دعنا نطبق بسم الله هات معي المعاصر بيجي نبر سيكستسري وتعال نشوف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طبعا المستر هنا بيقولك هنا فيه اجيكتب ركز مفيش نط ما فيش نط ولا كوسش امرك يبقى هنا هون انا هكتبهم هون مستر عشان بس بحنا بجينا نشتغل اي يبقى دي سو وفاري وتحتيهم كوايت السري دول بيجي بعديهم اجيكتف اما ريني بيجي بعديها فارب ثم اخر واحدة اتقول ودي بتجي مع النوت والكوسشن عشان بس افكرك بيهم طيب هنا هو يا مستر وركز معاش انا هشرحهم تاني من اول وجديد هنا هو يا مستر مفيش نوت ولا كوسشن مارك يبقى اتقدي بره طيب وهنا هو في اجيكتف يبقى ريلي بره فضلت اللي اتنين دول هو بيعتقد ان هو بيسكوتش ده هي يطرى فيوري جود ولا كوايت جود الحد ما علشان كده هو بيفضل لعبة تانية شغطر يالي هناك كوايت جود اعتلي بعضو اي دونت ما وجود اه يبقى كل دول هيختفوا وهاخد اتقول اي دونت لايك فوتبول اتقول ما بحبش قرط القدم على الاطلاق على الاطلاق نمبر سري هاني very enjoys playing marbles من هنا موجود انجوي انجوي دا اي فيرب ريلي عيش نمبر فور my brother is at all good at football هيرويز بتسمي اي وا استنى بقى السنتنسي ده هي مفيش نوت ولا كوسشن مارك يبقى not at all بره هنا وهو في كلمة good يبقى really بره انا بص وانا باش راح كنا عايزك تكون حلتها قبلية طيب و my brother هنا وهو في good يبقى هنا اخد من الاتنين دول لا اما very لا اما quite بس بيقولك هو دايما بيهزمني يبقى هل هو و الى حد ما جيد ولا جيد جدا عشان ياسمني very good excellent يبقى هو هنا very good وانت كمان very good نمبر 5 this book isn't funny isn't mean عايش يبقى mean at all عشان في نوت you are so good at hide and seek but you are perfect at skateboarding مش قاعدة قوي بس حطها في الدماغ عادة لما بيجيب كلمة بط انا باخد quite عادة بس لازم حضرتك تشوف المعنى وتأكد بس انا اللي بقول كده علشان لو انت لقيت نفسك هتتخمي في جملة مش هايف تترجمها لو قوية لو بط موجودة عادة باخد quite يعني هو الى حد ما جيد في الاستغرمية بس هو شوطر في هاتل لبعده I like I like it بلاين طبعا لايكت موجودة بشعر الجملة لايكت دي فربي فانا هاخد رادي number eight she didn't like hide and seek didn't موجودة اه فطبعا هاخد مين نط موجودة فهاخد مين اتو the house is quite beautiful beautiful طبعا هنا هو beautiful موجودة كأجيكتف فانا باخد ايه طبعا باخد ممكن هنا بقى بيقولك البيت الى حد ما ممكن اقوله هو الى حد ما جميل جدا بس انا طبعا هتفائل بالخير فهقوله سوء او فري there is no food in the kitchen طبعا هنا not no or not موجودة فباخد اتو هتبيجي number six استفائل ونا لسه مع المعاصر i like it playing with that a train set طبعا هنا في فيرب موجود فهاخد مين بالزبط هاخد عيش really this film isn't interesting isn't موجودة واخر الجملة في نقطة فهاخد طبعا لباخر شواء عشان تكون بالجاوب عيش طبعا هاخد at all استأذنك لو معاك الكتب دي لما اجاب ورقم البيجي وقفها وحل قبلي وبعد كده شوف انا بحل ازاي لسه مكمل معاك ومعايا هنا كتاب الباهر وتعالى نشوف البيجي بتاعتنا اللي هي بيجي number 55 وهنا بيقول لي like it playing طبعا like it موجودة خلاص خلاص الكلام هاقول له rally i really like it لان احنا قلنا ان rally انا بكرر كتير اهو rally بيجي بعديها الفرب my brother was good at football طبعا good موجودة وهنا هو كلمة بيت مي بيهزمني عشان ديك قررته فبالتالي هاقول له ان هو very good at football هو اخوي ده شاطر جدا او مهر جدا في كورة القدم هو دايما بيهزمني i enjoyed enjoy موجودة فهقول له i really enjoyed playing marbles with my friends هاتا لبعده i don't like skateboarding طبعا هنا هو don't موجودة فهاخد at all هاتا لبعده he is اعتود good at tennis طبعا احنا احنا قلنا good موجودة فهنا هاخد معاها كلمة very هو شاطر في طبعا هتم فعل حد ما كويت بس احنا قلنا نتفائل بالخير i think hobiscotch is a احنا قلنا الاوبات موجودة بناخد كلمة كويت على طول اوكي يعني اعتقد hobiscotch is quite ده طبعا احنا حللنا من شوية في المعصر تحس ان الكتب بي ايه يعني عندهم طور خواطر i don't like playing football really طبعا don't موجودة فهنا هاخد ايه at all nadi has pretty marbles طبعا هنا هو ناديتي عندها في هنا هو pretty فهاخد لامة اتقول اما كويت فهنا طبعا عشان نادي ما تزعين شي فاقول ان هي عندها بي جميل جدا هاقول very i هنا enjoyed موجودة فهاخد كلمة really i really enjoyed لين ان انا عندي verb لسه نكمل معاك وتعال نشوف كتاب jim او we are good at climbing i think we need more practice طبعا هنا المعنى بيقولك احنا محتاجين تدريب اكتر يبقى احنا very good شاطرين في التسلق وبالتالي احنا بنحتاج تدريب اكتر ولا الى حد ما اي وشاطر quite good يبقى احنا quite good at climbing i think we need more practice they didn't enjoy playing hide and seek هما الى حد ما بيستمتعوش ب playing hide and seek باللعب الوستغمية طبعا تدريب انت مانجود فهاخد اي at all it's at all hot to go out today i'll stay home طبعا هنا مستر هنا في adjective وبيقولك الجو هي بقى a حر جدا اكيد عشان كده هو هي في البيت فهيقول very hot the book was really طبعا هنا انت قلت اللي really بيجي بعدها ايوة شاطر بيجي بعدها ايوة مستر طبعا بيجي بعدها ال verb بس خلي بالك قال لك really في حالات قلينة ممكن يكي بعدها adjective ده حلات قلع لقوي عشان كده فان ده هخليها فاني وكاس ان احنا حن في الكتاب ده فكرة جديدة طبعا هنا هقول I really like لسه احنا بالانحف I really like your present thank you يعني انا حقا بحب الهدية بتاعتك شكرا هات اللي بعد this dress is nice but still not nice enough to buy يعني يعني الفستان بتاعك ده هقول ايه هقول quite nice الى حد ما لطيف ولكن طبعا بط موجودة still not nice enough to buy يعني مش حلو اوي نواية بيع شكرا يعني my brother speaks english طبعا ان هو هقول will فهقول ايه mister هقول he speaks like americans طبعا بص هو حدد هي لك بقولك بتكلم زين american يبقى هو اقول so well or very well noor thinks skipping is very good but he prefers running هتبقى ايه طبعا في هنا but فهتبقى so no very لا طبعا charter هتبقى quite good حت معايا بديو number 54 وتعال نكمل manel is good at reading she reads four books every week طبعا شو بقى معنى الجملة بتقرأ اربع كتب يبقى هي very good ماهرة جدا في القراء number two my brother didn't like running running طبعا didn't mangoda فان هقول ايه هقول at all لي فيها not وفيها اخر الجملة طبعا مش قاعد ان يكون اخر الجملة عشان بس ايه بس القاعد معان بتحب not وبتحب القذش i think skipping is good but i prefer حبس قد بات مانجودة شاطر هاخد قاعد they enjoyed reading writing their packs it was great fun طبعا هنا في هنا verb mister وهنا هو بيقول ايه ذي ذي ايه بقى طبعا هنا الverb مانجود فهاخد كلمة really really enjoyed يبا they really enjoyed riding their packs it was great fun هما بيحق بيستمتعوا بركوب الدراجات عشان هي ممتعة نور doesn't enjoy playing outside طبعا doesn't مقول فهقول at all brilliant i think you are good at playing tennis طبعا good hamster ما بتحبش معا شاطر طبعا هنا ممكن يق معا quite ممكن يجي معا very لكن مجيش طبعا not good مجيش معها at all عشان طبعا at all بتحب not really احنا احنا قلنا عادتا بتيجي بعد ال verb فان طبعا ما اقول I think you are really good لأ هقول quite good at playing tennis لأ هنا بقى مستر استناني هنا المعنى بيقول هي هتنفع really وتنفع كويت طبعا فانت اقل لي really دي بتيجي مع verb قلتلك really ساعات قليلة قوي بيجي بعدها adjective فتعال نشوف المعنى واحد بيقول لك brilliant رائع فانت هتقول اعتقد ان انت الى حد ما جيد في لعب التنس ولا حقا جيد في لعب التنس المعنى بيقول good وخلي بالك بقى لا اسئلة دي بتعتمل brilliant هتاخد really يبقى انا تعلمت كده really 99% بتجي بعدها verb لكن ممكن يجي بعدها adjective زي مستر ودي اعنا فكرة لو انت بصير كده معايا هتلاقي هنا صنع هدول لك عليها هتلاقي ها موجود معا هنا اهي ممكن يجي بعدها verb او يجي بعدها adjective تعال نكمل نور doesn't enjoy نحن قلنا هدي سالما was really she got طبعا دي مش عندنا يا شباب في الفرح اللي احنا بنحكي ده لكن طبعا انت لسه اقل لي ان really من شوية ممكن يجي بعدها adjective يبقى سالما was really happy she got the full mark وطبعا هنا ان really بيجي بعدها adjective لسه مكمل معاك وتعال نشوف bit by bit هنا بيحمل لنا مفادئات ايه في الدرس بتاع intensifiers ويتعال نشوف page number 69 ويالله بينا نبدأ 69 عشان لهم عاجل bit by bit شاي مع enjoy playing marbles طبعا هنا enjoy موجودة فانا هاخد من بالزبط هاخد rally يبقى لو verb موجود عادة باخد rally زي ما قلنا من شوية i don't like playing football طبعا don't not موجودة أو cost شمرك فعادة بيخد كلمة at all i think هو بسكوش good but i prefer hide and seek طبعا هنا هو كلمة but عادة بتاخد قويت الى حد الى حد راندا بلاي everyone likes here طبعا هنا راندا دي هقول انه سو أو بلاي عشان كده كل الناس بيحب انه مؤدبة number five this boy is quite interesting i love it very much طبعا هنا بيقول the toy this toy is very interesting رأيها جدا عشان كده i love it very much بحبها جدا تارك speaks english well he speaks like a teacher بيقول لك انحظك ده بتكون مكان كويس نحن نعمل حفلة عادة الميلاد كل واحد بيحب هنا بقى سؤال في الجون مستر طب انا هنا تعتبر صح يعني هنا المكان هنا بقى شاطر عايزك تبدل لختها اللي هي بتحمل نفس المعنى اللي هي so يبقى اقول this park is so good place ودي طبعا اسئلة الكليفر اللي قلنا عليها طبعا لو واحد مش مش شاطر قوي او بيحله خلاص فطبعا هنا هشوف النجود موجودة فهيقول quiet طبعا هنا وجود like كل واحد بيحبها فطبعا مش تبقى الى حد ما وبالذات كل واحد بيحبها لا يعني كل واحد بيحبها لازم تكون very or so it's quite hot in the desert we can't go there now طبعا هنا هقول ايه مستر هنا كلمة quiet بص مكتوبة ازاي انها ربي اسئلة كليفر فعلا هنا quiet مكتوبة غلط هنا المفروض et في الاخر يعني انها بدل t ايه هخليها et فهقول قويت بالطريقة دي هتطر ان اكتبها ولكن مش حب بحليف الكتاب فهتطر ان انا اكتبها اهي بص يا مستر كلمة quiet ده وكلمة quiet ده هي كلمة quiet دي معناها هادي بال et وكلمة quiet دي معناها الى حد مع انا هنا تعمدت بس ان انا اقولها كده لان انا كان في سوئين افتكرته فجاب كلمة quiet بالطريقة دي جاب هكده فطبعا دي quiet بالطريقة دي هقوله لا هقوله quiet بالطريقة دي طب نرجع لسوئين بقى راجب بيقولك it's quiet hot as a desert we can't go there now هنا طبعا يا مستر هتبقى very hot جو حر جدا في الصحر لان درجة احنا مش هنعرف نطلع دلوقت يبقى خلي بالك لو quiet بالطريقة دي اشتبه وشوف هتنفع quiet دي تمام علشان ساعة يجب بين الاقواص quiet دي فحضرتك تروح هتطلو very هي غلط هو بيبقى لو جاب quiet 80 اللي هي معناها هادي بيبقى عايز كلمة quiet d لكن هنا المعنى بيقول very number nine is lazy student teachers don't like him at all عشان في don't a line is a dangerous animal than a camel طبعا الهول الاسد بيكون ايه very dangerous animal than a camel بيبقى خطير جدا هنا المعنى ممكن ييجي very شغال وممكن ييجي افضل من كل ده كلمة more طبعا مش عندنا بس طبعا هنا زين مرتبطة قوي بmore لو هو اكتر مرتبطة بلس لو هو اقل طبعا كل اكتب في فكرة كده وكل واحد بيحط في الماغ طبعا مثلا لو انا عملتها very dangerous خطير جدا حيوان خطير جدا than اكمل انا همشيها طبعا لان درس اللي احنا بيكلم عن very لكن احنا كقاعدة grammar اساسية بيقول ان ذين بتحب مور عونس لان هو هنا بيقلم ما بين الكامل وما بين اللايون this is boring film we don't like it طبعا هنا بيقول لك الفيلم ده boring لما يجدعو بلي انا ليا دعو ابدا هي don't موجود ايو ايو اخد بالضبط at all my son is quite طبعا لو قابها quite 80 زي اللي عملنا فوق خلي بالك من sick today he couldn't go to school طبعا هنا هو اخويا بيكون مريك جدا النهاردة لدرجة انه هو مش قادر يخرج من المدرسة تعال نشوف حاجة تاني الدرس الرابع بتاعنا بيقول خلي بالك انا عملتهم في سورة قصة انا بحب love or like وبالتاني انا بفضله عن اي نوع اخر وباستمتع بيه جدا وباستمر في اكل صيف وشت وبكره ان اي حد يوقف او يبطل العدد في اي ات انا ما بتخيلش الحياة بتاعتي من غير الاي اس كريم من اي 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 العدد finish love like prepare enjoy continue head finish imagine الافعال ده كلها بيجي بعدها الفيرب plus energy ولو ما فيش بيجي او ازاي مثلا i love mom انا بحب انا مامتي مش احط لها energy مش و okay طيب درس ده قديم قوي okay وهنا هكتب password عايزك تعملها password اللي انت هتحل test ده correct وتبعته على what's ببقى هنا في password حتى دي password وانت بتحل هفكرك بحاجتين لو الverb اخر اي شيل اي وحط energy ما يفعش احط ing مع verb اخر اي لو انت عندك consonant اخر consonant حرف second قبل حرف i اللي هيا من اللي هما دول فبالتاني بضاعف يعني بكتب الحرف الاخير ده اي من يكون هو ورح هطط له energy بعدها يعني ولط لكن ينفع له سويا من كده ده password هسيبك تحله وتبعته ده password يلا بينا هات كتاب المعاصر page number 69 وتعالى نشوف المعاصر في اي للدرس ده paper stopped موجودة طبعا stop او اي حاجة من الverb تتحط فيها s تتحط فيها ed تتحط فيها اللي تتحط بعدها verbo plus energy هشتو bright in if ya وحط لها energy children enjoyed enjoyed من الverb اللي احنا قلنا عليها بمعنى استمتاع هحط لها playing energy he likes likes من الافعال او الverb اللي موجودة موجودة عندي هنا في البس اللي احنا كنا بنشرح فيه فهو reading شباب انت ممكن تحل قبلي we prefer eat watermelon طبعا هنا mister هقول prefer من الverb الموجودة هاخد بعدها eating energy they finished paint finished من الverb الموجودة painting اسمع imagined طبعا fly هحط لها energy عادل وعي ما بتشلش she hates wake up early so she is always late طبعا هنا hates من الverb الموجودة hates معنى يكره فطبعا هحط energy وما تنسى شي للا he wanted to continue to continue يستمر من الverb الموجودة عندي فحط الها energy ودي معناها working تعال نشوف حاجة ثاني نشوف كتاب ال باهر ونشوف شي اللي نا اي في الدرس بتاعه تعال نكمل open bg number 60 وتعال نشوف علي لفظ هتبقى playing عشان لفظ موجودة هتلا بعضه do enjoy enjoy موجودة in the sea فطبعا هنا هيخد swimming last night i finished طبعا finished موجودة فهاخد doing my homework my homework my homework imagine imagine طبعا imagine من الفعال اللي بتاخد بعدها verbal plus هنجي هاقول flying number one غادة prefers طبعا prefers بتاخد بعدها playing تفضل my sister stopped طبعا اقوله letting me عشان stopped من الفر بس بتاخد energy they finished paint هيتحط energy painting does he enjoy reading energy علي likes likes ما نقوله معاي shopping one weekend i hate getting طبعا هنا هضاعف الت عنشان هنا الت ساكن وقابليه حرف v المتحرك i think people should stop throwing ing you should continue exercise طبعا عشان ال e وحط ing كمل معاي وطعلا نشوف ال bit by bit شايل لنا ايه في ال page number 77 ما هي enjoy هيتحط معاها الفرب بلاس ing spending karma stops هيتحط معاها الفرب بلاس ing talking three my finishes cooking عشان هنا في finish talk enjoy listening عشان enjoy احمد heads طبعا heads هنا من الفرب اللي بتاخد ing هقوله driving unis likes going طبعا وانت هرقاها go infinitive سم وحط لان ing no he prefers drink drinking they finish study studying مش بحتاج طبعا اكمل بقت ال ايه ال ام انا خدت اللي انا عايزه من من the we imagine traveling traveling وحط energy does he enjoy reading طبعا واحد يقولي طبعا فيه دص بتاخد infinitive مش معاك مش معاك ممكن تعمله سكرين وبعد ما تعمله سكرين وقف الفيديو حل وبعد كده شوف انت بتحلي صح ولا غلط number one idol didn't like playing they enjoyed reading mona stopped running طبعا الان هتتضايف عشان قبلها vowel we imagine climbing بحط energy he hates skipping طبعا بيها تضايف عشان قبلها vowel I I start making ي هتتشان عشان فيها اي في الاخر فحط energy not finished cooking فارز عندي نادر continue continue طبعا هنا هنشيل ال E هنحط energy practicing they finished painting energy هنا عند دعاء أو دعاء prefer painting يعط energy لسه مكمل معك في خميس درس معي اللي هو past continuous past continuous ماضي مستمر ركز معي عشان تطلع فيه بص cd احنا اخذنا اول الفيديو وممكن توقفه وترجع تفكر نفسك به البست symbol اللي هو عادة بيبقى خرو id سواء بتحط دي او i ed زي watch او play بحط id watch it play it وعكذا طيب قال لك ايه كمان يا مستور قال لك ان في افعال معينة زي جو الرجل بتتحط لها شربت طيب انا عايز اقول بالعربي انا كنت باكل كنت باشرب لو عندي حاجة حصلت في الماضي واستمرت شوية لازم الفيرب يتحط له بعد ing وقبل وز او وير عيد ثانية يا مستور يعني عايز اقول انا كنت نايم هحط الفيرب sleep ده هو حط له ing وحط بعدي وز او طيب سؤال هتحط وز امتى وير امتى بحط وز لو عندي اي او 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 مفرد طيب لو انا عندي بلولار جمع او بحط وير تمام يا مستور يبقى تين اي فيرب عايز اقول انه كان بيحصل في الماضي قعد شوية شغال وخلص هيبقى بست كنت واستعمله ازاي الفيرب بيبقى عمل زي والشنة والشنة ده في عين يمين وعين شمال وجوه المناخير صح اه المناخير ده الفيرب لازم قابليها عين وبعدها عين العين الاول نية وز وساعت بتبقى وير والعين التانية فيها اين جي انا فهمت حاجة اي فيرب بعد وز وير بيتحط له اي ان جي ماشي طيب لو انت حبيت تنفي تحط نط في الباست سيمبل كنت بتحط ديدنت وترجع الفيرب للانفينيتيف هنا سهلة بتحط نط بعد وز او وير وز او وير معناهم كان او كانوا فهنا هحط نط فهتبقى وز انت مكانش وير مكانوش طبعية تانية يا مستو امتى اخد الوز وير فيرب بلا سينجي اللي هو الباست كونتينيوس بص يا سيدي انت بتاخده في حاجتين اول حاجة لو انت عندك يستردي معها طايم وده هنعرفها كمان شوية يعني لو يستردي معها اي وقت سيكس كلوك سيفن كلوك انزا مورنين انزا افنين على طول وز او وير فير بلا سينجي طب لو يستردي الوحدي باست سيمبل اللي هو اخر او زي ونت او زي درانك او سليبت تاني يبقى هنا يستردي ابص على اللي قابليها واللي بعديها جات لوحدها تبقى بص سيمبل ما فيها شاينجي جات معها وقت يبقى لازم يتحط لها ويبقى بلها وز وده طبعا احنا هنشرحه بالتفصيل وحنا بنحل طيب وانت بتحل خلي بلاك في حاجة هي ان اي وز بتتحول ل يعني والحكس طبعا يعني وانا جيت قلت كده طبعا لما جي جاوب ما ينفعش هقول يس يو وير لأ وير يو بتتحول ل اي وز انا بفكرك بالحاجة دي كلها طيب في سؤال الترتيب خلي بالك الترتيب بتاع هيكون بالشكل ده لو جي ال اداة اللي استفهم بتبقى بعدها على طول المساعد بتاع اللي هو وز وير بعد كده تكملت الجملة اللي هي وال 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 وكمل جمليتي طيب يبقى امتى باخد وز وير في اول حالة لو انا جيت شفت معاها وقت طبعا وفي برضو لست معاها وقت بس قليلة ما بيجيش لو واعد قدام هنشرح طيب ايه كمان قال لك لو شفت وين استنى بقى وين عاملة زي واحد ساكن جنبنا ادي وين نهي ساكن جنبه بيتين البيت الاولان بست سيمبل اللي هو فاضي ما فوش اين جي والبيت التاني البست كونتين اللي هو وير فيرب بلا ساين جي عادتين يبقى مين شاطر يقول البست سيمبل فيه اين جي اللي مفهوش شاطر مفهوش زي بلايد افتكرها كده بلايد وين طيب البست كونتين فيه اين جي اللي مفهوش افتكرها بوشنا كان فيه عين شمال مناخير وعين يمين العين اللي هو وير مناخير اللي هو الفير والاين جي اللي هي قبليها بست كونتين سيبقى انا هحفظها الفائدة عشان ما تعيبش نفسي وان لو جات في النص اللي هي معناها عندما بيجأ قبليها وز او اي اي جي يبقى تاني يا مستف وان لو جات في النص يجأ قبليها وز او رب غل غل جي وان لو جات في النص يجأ قبليها وطبعا بعدها بس simple اللي مفوش عنجي تمام تمام تعال نحل عشان تطلع فيها هاد لي بيجي نمبر نايت في المعاصر وطبعا دي احنا حلنا قبل كده مع بص كده يستردي ومعها وقت يبقى ما ينفعش دوده هي خليها دي تلعها علبسها ايه الوش يبقى قبلها دوده هي اللي هي ملاخرنا قبلها ووز عشان i وبعدها ing was doing طب انت قلتلي وين في النص قبلها مين was aware verb plus ing بقى كل اللي عمله الاي هتاخد ووز هقول له i wasn't اهي i wasn't وحط لي watch ing ماجد and i were playing a computer computer games when he is dead a arrive home طبعا احنا قلنا وين في النص قبلها was aware ing وبعدها بست simple يبقى اجيب البست بتاع arrive اخرها i هحط لها d هات اللي بعضو what was you doing at 8 am yesterday بص كده yesterday جيب عليها وقت انا بكتب العربة معشان حضرتك تركز يبقى اي verb في اين يجي نزمن قبل was aware فيو ده هي مبتاخدش was where بتاخد او يو بتاخد where هات number five i او ايت رين اول after noon yesterday طبعا يستردي ده هي بعديها او معاها time او قبلها time ففي الحالة دي رين ده هي تحط بعديها ing ونجي وطبعا اتحط قبلها ووز هات رين كده فوق وهن يجي يقولي طب ما رين دي انت واني ما ضعيفتش مش المفروض تقولها رين جي كده هون هقول له لأ لي عشان قبلها two vowel انا كلامي نوع قبلها فاول واحد فطبعا دي هتبقى خلط يستردي after noon تامر عند عاني طبعا تامر وعاني دول هياخد where وهنا هون وحطوا نطة هذه اللي مدهيني وplay دي هيتحط لعاني جي هون راجل كتبها هون وان في النص قبلها وزق where ing طبعا بص كده خليك العباء يعني واحدة هتبقى فيها وزق where ing ووحدة بست simple فطبعا دي فعل ing بقى التنية تبقى بست البست بتاع see هو show هات اللي بعده he play in the park when it started to rain طبعا ادي started اهي started دي طبعا بست اهو حط الا ايدي فبالتاني هاجيب قابليها وزع where ing بقى اهي ووز واتبلي تحط له ing هات اللي بعده she was doing her homework when the lights طبعا هنا مستر وين جاي قابليها وزع where ing فطبعا هيبقى بعدها dead هات اللي بعده they swim in the sea five bm yesterday evening طبعا هنا مستر عندك yesterday ده قابليها وقت وبعديها وقت فهنا هنا هضاعفها اقول له where عشان they and swim in the sea انا بكتب تاني برجم انه هو حالي له هات اللي بعده mom clean the house when my aunt visited بص دي close sentence او جملة المقفولة بست simple يبقى محتاجة تانية تبقى فيها ing فهنا امامها اقولها was and clean the house هات اللي بعده عمر and علي اللي اتنين دول مع بعض يا مستر هيبقوا where لكن لو علي لوحده هيبقى ووز عمر لوحده هيبقى ووز she was a verb بعد was where بتحط له ing the way number three we were watching the match طبعا هنا اللي بتنطبك عليها اللي قابليها was aware and energy هات اللي بعده when we saw honey we were طبعا احنا اي فيرب بعد was where بتحط له ing walking number five what were you اي فيرب بعد was where بتحط له ing doing number six when the teacher into the class the students were making nice طبعا هنا مستر يجب بعدها بست simple فالبست بتاع come هو came ليه عشان واحدة هتبقى فيها بست simple واحدة فيها ing اللي فيها ing هي موجودة هات اللي بعده what were you doing هي بص دي في ing يبقى التانية بست simple i فانت فهمت حاجة فهمت اني قاعدة ويني هنا مفيش معها اس مفيش معها انفنتر في اختياراتي ما بين ال ing وال ad لسه نكمل معاك وتعالى نشوف الباهر شالينا ايه في page number 90 وتعالى نقول بسم الله بص كده نعناية لمحة yesterday morning بص لو يسترديل وحديها هخليها بست simple هحط لها ad ring لكن لو معها طايم هبص هنا ووز موجودة هحط ال ing the sun طبعا صن ما بتاخدش where بتاخد was you playing طبعا يو ما بتاخدش was بتاخد where when قابليها ing was where بص continuous يبقى بعدها بص simple arrive هحط ال ad had you was اي فرب بعد was where بتحط له ing watching was hand looking at her phone طبعا هنا يا مستر اللي بتنطبك عليها اني قابليها ing وبعدها بص simple هي when they listen to music when the man shouted طبعا هنا هو في النص بعدها بص simple يبقى قابليها احنا قولنا قاعدها تتحفز when في النص قابليها وزق where ing they هتاخد where listen هتحط لها ing you were studying for the exam when the car طبعا هنا car هيتحط لها e d بس تخلي بالك هنا stopped بتتضعف stopped هات اللي بعده they were drawing squares when their friends طبعا هنا come هجيب البسط بتاع هكيم لاني هنا فيها ing واحدة فيها ing ما ينفعش يبقى لي اتنين فيهم ing مع when طبعا ينفع بس لما حضرتك تكبر ان شاء الله بس حالين ما ينفعش i work when my friend sent my me a message طبعا هنا when شوف الكل السنتز فيها بس تسمبل يعني ما ينفعش ing يبقى لي هيتحط لها ing وتحط لها ing ويتحط لها was aware i was working لسه نكمل معاك وتعالى نشوف البل باي بيت page number 105 my dad was sleeping يحط له ing كريم was doing his homework طبعا هنا هحط له when when the phones rang or when the phone rang dina and her mom طبعا هنا walking by the sea اي هنا verb طبعا في اين يجيب قبلي was aware بس اللي اتنين دول جا ما هياخدوا where i was playing a games when my brother طبعا احنا قلنا دي في اين يجيب ادي هجب البسط بتاعها احط لها d arrived you writing a message when i came طبعا احنا قلنا ونا في النص قبليها was aware اين يجيب بس ما بيجيش معاها or فهاخد بدلها where my brother and i اللي اتنين دول جامع فهياخدوا where when were you طبعا هنا where you او اي verb followed by was aware يعني were or was aware بيتحط له ing going اخصلا بص yesterday معاها time عادل انجلش احنا قلنا في النص قبليها was aware ing او wasn't عشان عادل بتاخد was يلا بينا تعالى نشوف التجمع والاضغوات شايلنا ايه وتعالى نقول بسم الله page number 86 ويلا بينا نبدأ بس كده يستردي معا وقت فباخد was aware and g واللي بتحدد فهتاخد where she making a sandwich طبعا شي بتيجي مع ايه او was فطبعا ما عنديش از فاخد was the dogs the dogs sleeping in the garden yesterday evening was yesterday معا وقت ازاي فباخد was aware and g dogs دي كتيرة فهاخد where and i lunch yesterday at six clock طبعا six مع يستردي فباخد was cooking ما باخدش was cooked number five وي playing طبعا اي verb في اين جي قبلي was aware and g فهنا هنا هاخد مين هنشوف بقى وي هتاخد مين ده الاتنين دول ينفعوا طبعا نشوف بقى المعنى احنا بنلعب كرة قدم مبارح و we were starting يبقى احنا ما كناش بنلعب كرة قدم مبارح الصبح علشان احنا كنا بنذكر يبقى we weren't شفت المعنى جاي ازاي they were طبعا وير اي verb بعده was were ing طبعا ده لو ده subject عشان هنجي ناخد بعد كده او خدنا في connectables active وال passive فاستأذنك راجعه number 7 what you doing at 9 pm yesterday طبعا هنا هو فابتاخد where she riding her bike yesterday at 11 o'clock طبعا شي هتاخد was you were playing the piano هنا بقى ما استرستنى انت قلت اللي عايز yesterday معا time هنا راجل حليل علاقه دي الوحيدة اللي فيها yesterday time were you drinking juice احنا هنا where you بتتحول لي I was فاقول yes I was طبعا لو no هتبقى I wasn't هتبتجي number 87 و تعال نشوف الراجل شايني نلاقيه طبعا هنا القاعدة هي هوقف شوية ركتاب كده نرسمها لي اكتر من الرسم when بيجي بعدها بس simple لو when جات في النص ما تنساش بيجي قبلها ing was aware ما تنساش when I am back from town my mom was cooking lunch طبعا لو انا مش فهم اوي القملة ده هي بيسموها cross sentence قمنا المقفولة دي فيها ing بقى التانية ما فيهش بيبقى فيها بس simple فلها اخذ البس simple لوكي I am my dog for a walk when suddenly another dog attacked it طبعا هنا دي فيها ايدي بقى التانية فيها was aware ing was taking ده بطريقة شرحة بطريقة شرحة تانية نحنا قلنا ون في النص لازم قابليها just to continue ing three I was walking in the town I met an older friend هنا هو بيقولك انا كنت ماشي في المدينة انا قبلت مين قابلت صديقي القديم طيب الجملة دي شباب اسبها لك كبس ورد تانية قولي الجملة دي بنان على اللي موجودة عندك فوقه هنا هي صحي ولا غلط طمام ولو صح مش هغان خلاص ما يجدعه بيها طبعا مش هتبقى صح اوكي بس ده مش اللي انا عايزه يعني انا عايز الرجل هنا الكتاب ده فيه زنة يعني اسرع شوية اوكي خطأ شوية انا عايز هنا لو ون مش هتنفع عايزك تجيب لي حاجة تنفع تشيل الجملة دي بحيث ان اللي بعديها بستو كونتينوس لان طبعا ون ببيجيش بعدها بستو كونتينوس فيه بقى واحدة تانية هي مش عندنا في المنهج كانت موجودة عندنا زمان بتحب تيجي بعدها بستو كونتينوس ده غير ون يا ليه تطلعها لي ايه يا بقى الكلمة دي هي مش موجودة هنا حاول تقول لي ايه هي وتكتبها ليه في التعليقات كلمة كده غير ون يبقى دي طبعا يا شباب غلط تكتب خليها على جنبي كده فاطيما was doing here homework when she هبص كده حتى بص وين جي بعدها بستو كونتينوس ما بيجيش بعدها بستو كونتينوس فاشوف انت بقى من اللي بيحب يجي بعدها بستو كونتينوس when the teacher took ايه وين هي جي بعدها بستو كونتينوس طبعا هنا هقول we were we were طبعا يعني we ما بتاخدش غورس هات number 6 we eating طبعا eating هنا هتاخد where we were eating lunch in the cafeteria at noon هذا الغير وهذه الغير I was طبعا ويني قد في النص بعدها was I wore energy I was walking number 8 my classmate and I احنا الاتنين هتبقى where what you هتبقى where you add him doing his homework ادهم ده هنا الاتنين دول ينفع نشوفه المعنى he was bringing with his friends يبقى ما كانش بيعمل وكبه هو كان بيلعب مع اصدقه what was he طبعا اي verb بعد was where بتحطه لان جي doing i wasn't watching tv when you طبعا هنا فيها ing was where فهنا هنا هاخد الواقع طبعا زي ما قلنا اني قاعدة ويني مبجيش بعدها infinitive او اس في المنهج بتاعنا ده ركز معي في اخير دروس ثلاث دروس جرامر واخير ثلاث دروس جرامر احنا وقدرهم قبل كده فانا هرجع عليهم على السريع ونبدأ نحل باقة السيشن طبعا كلمة must and must كلمة يجب ساعات بتبقى معناها must ساعات بتبقى معناها have to ساعات بيبقى معناها should تمام تمام بس الاجنبي لما بيستخدم must ده معناها حاجة obligation الزام لو متعملتش هتبقى في عقوبة او غرامة او انت هتزعل كلمة must معناها لا يجب يعني ايه حاجة برضو الزام ان انت متعملهاش يعني زي ما ربنا كده بيقول في القرآن ولا تقربوا مثلا الصلاة وأنتم سكار طب قربتها في عقوبة جديدة كبيرة ولا تقربوا مثلا أكل مال اليتيك عملتها في عقوبة ربنا قالك صلي وزكي ده كده مصد يبقى كل قوامل ربنا بمصد ومصد ليه؟ عشان دي مفحش هزار جنة ونور تمام؟ تمام طيب مصد ومصد برغم ان هم اللي اتنين عاكس باعا بس اللي اتنين بيجي بعديهم الانفينيتيب وما تنسلش ما بيحبوش تو بعديهم عشان دي جاي فل اختيارك كمان شوي طيب الانفينيتيب عمره ما يكون ام ولا از ولا ار ولا بان ولا وز ولا وير ولا بينج بس بيكون بيه يبقى مصد ومصد يبيجي بعديهم بيه كمان الانفينيتيب بعد مصد ومصد ما يكونش هز ولا هات بيكون هاف ما يكونش دو دوز ولا دت بيكون دو خلي بالك من حاجات دي عشان هنسأل فيها بس الراجل هنا بيقولي يو مصد طبعا هجيب الانفينيتيب اللي هو بيه يو مصد ان انفينيتيب من غير ادافات شاوت هنا بيشوف المعنى يو مصد وانا مصد تسليب ارلي طبعا انهم بادر حاجة كويسة فباقول له مصد تمام تمام تعالي نشوف الدرس التاني بتاعنا وده هنلاقيه بيجي نومبر نين الفرست كونديشنل طبعا احنا اخدناها الترمي الاولين قارة بقت سهلة جدا فخلي بالا قالك اول حاجة القاعدة ده هي بتعبر عن حاجة likely to happen in the future يعني احتمال تحصل في المستقبل زي ان انا اقول لك كده if you study hard لو انت بتذكر بجد you will succeed هتعدل الامتحان لو انت عملت الحاجة دلوقتي في المستقبل الحاجة دي ممكن تحصل ممكن بس مش بنسبة مية في المية ليه؟ لان النجاح والفشل ده بتغربنا احنا بنعمل اللي علينا تمام بما ان هي احتمال فانا هاخد معاها present simple بس الناحية اللي هناك فكر في زينو كونديشنل كنا بناخد present present عشان حقائق if youو مثلا add 2 plus 3 لو انت حطت 2 زائد 3 إقل 5 عمرهم مايكون هو 6 دي حاجة سابتة فكنت باخد present present تمام تمام هنا بقى في الحال الاولى حاضرتك present simple يعني ايه؟ يعني الverb يكون infinitive مع iw-uto زي it لكن مع هي وشو it بحط للفرب ده is هتبقى it's طب لو انا حبي تنفي I will you they بنفي بدونت زائد الانفينتف وهو شو it بنفي بدونت زائد الانفينتف عدتين يبقى if في the first condition بتعبع عن حاجة likely to happen حاجة محتملة الحدوث بيجي بعدها جملتين الجملة اللي لازق في if ما بيجيش فيها will ولا الكلام ده كله بيجيب فيها present simple اللي هو شكلين لإما بسكر s لإما زائدة infinitive طب الجملة التانية بيبقى فيها will will ممكن تكتب بأشكال كتيرها ممكن تبقى عيل هي هي will ممكن تبقى will not اللي هي want بيبقى دولة تلاتة أشكال لها وتحط بعدها infinitive طب يلا لو if بقى جات في النص قاعدة تتحفز زي اسمك كده if في النص قابليها will if في النص قابليها will لإن if هنا بتبص على مين على present simple بردو لو قدت في النص هتبص على مين على present simple طيب ايه كمان تعال نشوف طبعا في بعض الولاد بقى يعمل يقول لك الكلو دي فيها will يبقى اللي هناك ما تبقىش فيها will يبقى فيها مين present simple اللي هي والش والإت feel بتاخد اس علي ووز او علي وي طبعا انه هو في will فعلا بقى في في present simple وي بتتنفي بمين بدونت يبقى بدا النط هقوله don't walk he will انت قلت له اللي بيجي بعدها الانفينيتيب فانا هقوله بدا البينج بي طبعا الحتة اللي تحت دي احنا خدناها في great series الفرق ما بين because وصو طبعا بيكوز بيجي بعدها السبب اما سو بيجي بعدها النتيجة زي اقول لك we go to school احنا بالنسب للمدرسة because السبب بقى we want to learn عشان نتعلم we want to learn احنا عايزين نتعلم النتيجة so we go to school اخر حالة معايا درس طبعا سهل جدا اللي هو one one طبعا بيجي بعدها two او بيجي معاها two بجاوب عليها ب two طبعا ممكن اجاوب عليها ب because ممكن اجاوب عليها ب so z ممكن اجاوب عليها ب four بس انا النهاردة عندي في المنهج ده انه why بتسأل عن السبب بجاوب عليها ب two زي الانفينيتيب هنا هو why do you go to school اللي بتروح المدرسة كانت انفع four بس هنا learn the infinitive فباخد two my uncle want to two بابايا او عمي ذهب لي القاهرة عمي ذهب للقاهرة هقول له to visit a friend لزيارة صديق اخير الدرس معايا عشان نبدأ نحل الادفيرب الزرف بص يا عمر لو انا عايز اوصفك بوصفك بصفة ليه زي tall زي big زي small وهكذا طب انا كده بوصفك انت طب لو انا بوصف حاجة انت بتعملها بتمشي ازاي بتاكل ازاي بتتكلم ازاي فباجي بالعربي كده كلمة به قبل الحاجة يعني اجا اقول لك علم بيمشي بسرعة مونة بتغني بهدو اهي الباق ده هي اللي انت بيسموها الظرف الظرف ده او الادفيرب بييجي بعد الفيرب يعني ادي الفيرب هو please انا هنا هاوصف طريقة عصف الموسيقى ان هي quietly حطتلي quiet d l y يبقى تاني الفرق ما بين الادجيكتب والصفة بص كده علي is a quiet player انا هنا هو ده النوع حطت قبل الادجيكتب يبقى الادجيكتب عاملة زي خالتي الرغاية لازم تجيب بعدها حاجة عشان تقعد تيرغي يبقى quiet حاجة اما quietly l y ده الظرف عامل زي عاملة الايه المنطوية اللي بتحب تجي في الاخر ما بتحبش بعدها اي حاجة يبقى ال y حطتها ل quiet عشان تتحول ل quietly طيب انت بتقعد تحط الصفات كده l y على طول قالك لا معادة l five dollar l five dollar كلمة good لو انت عايز تقول ان انت بتعزف بطريقة جيدة ما ينفعش اقول له goodly هقول له will يبقى دي تتحفظ بص كده علي is a good singer طبعا هنا يا mister good adjective جي بعدها النون هتشقول لسينجر يا جبعة تمام يبقى هنا هو النون فهنا النون ده جي قبله adjective خلتي الرغاية طب لو انا عايز اقول عاملة المنطوية عايز اقول ان هي علي بيغني بطريقة جيدة يبقى هنا مش هينفع اقول له علي sing is good لاني good نازم بعدها نون فهحط مين هحط ولي في بقى صفات مسموح لها تيجي في النص وتيجي في الاخ مع اختلاف المعنى يعني هنا هو fast سريع وبسرعة hard صعب وبصعوبة early باكرا ومبكرا late متأخرا و آخرا أو آخر اللي يعني علي is a fast player بص هنا خلتي الرغاية a fast player طب خلت الكائبة علي بيكون لاعب سريع هو بيلعب ايه fast بسرعة وما تنساش لو انت عندك صفة اخير هواي بتحول الواي ده الاي قبل ما بتحط الواي انا كده خلصت ملهجي تعالى نبدأ نحل بالترتيب من اول must ومسلت وهابدأ بالجيم هات لبيجي number 126 وتعالى نشوف المعنى you mustn't respect nature طبعا احنا هنا يجب ان احنا نحترم الطبيعة must i mustn't scaring birds or animals طبعا هنا scare هشيل ال i نجي وحط للverb او للverb ده ايه فاتب scare you must throw trash in the river طبعا هنا يجب ان لا نرمي يبقى mustn't يجب ان نرمي لكم ما في النهر you mustn't add in the library هنا طبعا add هاجب ال infinitive you must listening to your teacher in the class طبعا هنا بدل must هقول له بدل طبعا listening هقول له listen they play on the crosswalk طبعا هنا هقول له mustn't يجب هما يجب ان لا يلعبوا في الكروس ووك في الممشلة احمد mustn't be careful while crossing the road طبعا هنا احمد must يجب ان هو يكون حاضرا وهو بيحدي الطريق you must brush infinitive يجب ان انت تخسل اسنانك قبل ما تروح للسرير لسه نكمل معك مع الجيم اضواء و134 ودي طبعا exercises على قاعدة if هحل من كل كتاب وهرجع لي الكتاب التاني اللي بعده عناشان مش هحل موضوع موضوع يعني احنا خدنا must و mustn't هنكمل باب if واكمل بالذار في adverb و by to بعد كده هرجع عامل نفس التدريبات بالسامة الكتاب تاني بص هنا ال verb هنا infinitive او في اخره is present simple the present simple i will طبعا ولي بيجي بعدها infinitive stay if i am not busy tomorrow طبعا هنا الجملة دي من شرقها الغرباء مفاش will فاقول له i will help you لو انا مش مجغول بكرة انا هساعدك if you هنا مش هين فاقول don't hurry هاقول له ايه if you aren't يبقى لو انا ما عنديش فعل فبستخدم ام و is و or مع ال present if you aren't hurry you will miss the train او انت مش سايع هتفقد ايه القطر if it طبعا هي وشي وقت ال verb في اخره is snows if omar comes home late his mother doesn't طبعا هنا هو لو عمر كان متأخر منطو ايه طبعا will be angry يبقى لو عمر جيه البيت متأخر منطو هتكون غاضبة طبعا هنا المسطر الجملة دي ما فيهاش ولا لازم اللي هناك تبقى فيها ولا طبعا ممكن تبقى فيها وانت على حسب المعنى if you press this button لو انت ضغطت على الزرد the computer will switch off الكمبيوتر هيقفل if he اللي هي وشي ونقيت الفرب في اخره is هقوله feels tired he will go the doctor واحدة فيها واللي واحدة ما فيهاش if she doesn't طبعا انت بيجي بعدها infinitive بتبقى work hard she want to buy the exam يبقى لو انت ما اشتغلتش بجد انت او هي ما اشتغلتش بجد هي مش هتعدي اللي بتحان تعالي نكمل طبعا هنا mister called it so because ترجل هنا طبعا جايب اهو عمر likes to swim عمر بيحب انه يعوم تمام هنا بقى هقول له and كمان وكمان بيحب يلعب تنس طبعا ده الدرس ابتال تبتد ايه i want to to the doctor ان انا اخرج في التنزه but it was good it was cold yesterday so i wore a coat الجو كان مبارح ساعة وبالتالي لذلك انا ارتديت بالتو علاقة chocolate i don't like chips طبعا هنا like و هنا don't يبقى هنا فيه تنقض فباخد بط انا بحب الشوكولاتة ولكن ما بحبش chips او chips دعنا نكمل طبعا هنا فيه خير كتير اهو الفرق ما بين must و mustn't خلينا ناخد يلا respect nature طبعا must scare birds انا حس ان انا حلته تاني قبل كده يبقى mustn't فاشنية ترمي او تترك القمامة في الصحراء you be careful in the طبعا معرفش ممكن يكون هما بيعملوها على التدوير ونرمع في الصحراء بس هي العادي نحن من نرمش قمامة عسطة you be careful in the natural environment طبعا انا اقول must you walk to school today because there are no buses يبقى هنا هون يقى نقول you must يجب ان تمشي للمدرسة لان ما فيش أوتوبية you mustn't walk in the desert when it's hot يجب ان تتمشي في الصحراء عندما يكون الجو ايه حول تعال نكمل ونشوف لو في حاجة تاني في الجرامر طبعا هنا في قاعدة two طبعا احنا قلنا أن تو بيجيب عليها infinitive بفكارك تاني و two دي مرتبطة by انجمول علشان تشتري ملابس the hair pencils two طبعا تبقي بعدان infinitive to paint هنا اي الاستفان مشاعري بص للي تحت to visit my grandma يبقى هنا why did you your uncle go to Cairo لعم مجي الكهيرة لانشان يزير جدتك i use a key two i use a key two طبعا تبقي بعدان infinitive to close the door عندي مفتاح او بستخدم مفتاح لغلق الباب she uses wild life camera هو بستخدم camera الحيا البرية to film animals لتصوير الحيا احمد goes to the cinema to to infinitive to watch movies هنا هو جايب to protect my hands لحماية يدي او ايدي يبقى why do you wear gloves on a beach clean up لانت بترتدي ال gloves عناش تنظف الشاطئ او ليه انت بترتدي نفس في تنظيف الشاطئ to protect my hands عشان احمي ادي they travel to alexandria to طبعا تو بيجي بعدها infinitive هقول له to visit كمل معايا 162 they make cupcakes to sell in the market بيعملوا او هم بيعملوا cupcake علشان يبقوا في المرك تو من قولة فاخد why why do you use a grabber لاب استخدم the grabber لهو زي قروف كنا to pick up the trash she uses the key to to open the door i want to the shopping mall to pick infinitive hollow to buy a jacket we volunteer to help all people he bought two tickets to watch the movie i want to play volleyball mall to to the mall why did mom use an app to learn french di mount to test the pan to learn french to the french بصراحة عجبنا الكتاب قوي تنظيمه تعالى نكمل طبعا أقول له فاست عشان فاست مسمح لها تيجي في النص وتيجي في الآخر طبعا هنا هو البرب بيجي بعده حاجة آخرها أو طبعا فاست وإرلي وليت وهارد وويل طبعا هنا هقول له إيه هقول له أنجر لي يارا ويتد فور هير فرنس تو كم طبعا هنا هول فيرب موجود فهنا هقول له إيه بشينتري يبقى يارا انتظرت بصبر لأن التلاتة اللاربع ينفعوا انتظرت بصبر إيه أصدقائها أو صديقاتها يقوم ايستدد طبعا احنا قلنا من اللي مصروح يجي بعد الفيرب هو حاجة من دول فهارد ايستدد إيه هارد موجودة طبعا لازم أن يجي بعد يوم نون هنا مفيش نون هاي سانج بيتفول هحط لها اللوائح تبقى هي غنت يبقى هنا هو أنا بوصف الغنة بتاعها لازم أن يجي بعدها أدفرب طب بيتفول وانجري يجي بعد يوم نون أنا هنا ما عنديش نون طبعا هو دهن البيت بتاعه ريلي إيه ريلي ويل احنا قلنا جود دهي يجي بعدها نون مفيش نون فهنا هاختر مين ويل they were very quietly ولا angrily هم كانوا very إيه هقوله طبعا كانوا الاتنين ينفع على الفكرة هم كانوا very إيه heavily ولا quiet آه استنى ده انتا قلتين لنيفيري ده درس قديم انت لنيفيري بييجي بعدها الادجيكتب فاكر آه يبقى كله دول برة حلو السؤال ده هتبقى happy الدرس النساء هي شرحينه من شوية في الفيديو بردو she quiet ولا patient ولا kind ولا quietly sat in the library هنا هوا يا مستر هي quiet ولا patient ولا kind ولا quietly sat in the library طبعا هنا القعدة دي غريبة شوية انت بتعلمني بتقول لي اني آه quietly بيجي بعد بيجي بعد الفيرب هنا ساعات لو الادفيرب ده مهم قوي تمام ممكن اسبقه بي الفيرب فانا قال الفيرب اهو فاقوله هي بهدوء جلست في المكتبة كأنك بتقول هي جلست بهدوء بس ان احنا جبت هدوء قبل مين قبل جلست لقعدة كده للكليفرس يونس خليه اعنا جم تمام يبقى لو جاب لي في الاختيارات قبل جاب لي quiet وباشن رو كانت التلاتة دول مش هينفعوا مش هينفعوا مش هينفعوا لي عشان بعديهم adjective ما عنديش adjective فانا هتطرى اخد مين quietly بالرغم ان المفروض quietly تيجي بعد سات او تبص زي كده ادران ران نهي هقوله اي quickly ادم وزليت سو هي هاد تران ادي فيرب جي بعدها quickly ده العادي اوكي زي اجزامز وير فيري طبعا احنا قلنا فيري بيجي بعدها الاججيكتب فانا هقوله فيري هارد اللي امتحناك كانت صعبة جدا ده ان مش هتنفع عشان ادفير بيوتفل تنفع بس ما فياش اقول جميلة ما فياش اقول بتحناك جميلة الجميلة دي بتتكلم عن الشكل وباش انتم معناها صبو تعالي نشوف حاجة تاني يلا بينا تعالي نشوف المعنصر ونشوف page number 137 هنا بيقوللي you take medicine when you are L طبعا هنا هقوله you must يجب ان انت تاخد الدو لما تكون مريض people must طبعا مست بيجي بعدها infinitive هتبقى wear يبقى you must wear a seatbelt يجب ان انت ترتدي حزام الامان when they travel by car لما تيجي تزافر بالعربية you eat fruits fruit and vegetables they are healthy يجب ان انت تاكل خضروات وفاكها يبقى مست number four you must been careful when you cross the street طبعا هنا مست راقوله you بالضبط شاطر هتبقى بي infinitive number five we must use mobile phones in our classroom طبعا هنا منفعش ان احنا نستخدم موبايلاتنا في الحصة فاقوله mustn't you mustn't طبعا mustn't يبيجي بعدها infinitive فاقوله throw you must respect nature when you are you go wildlife watching يبقى يجب ان انت تحترم الطبيعة لما انت تكون بتشاهد الحياة يجب ان انت تخيف الحيوانات والطيور you walk to school today because there are no buses يبقى هنا هو قوله you must يجب ان انت تروح المدرسة ماش عشان ما فيش أوتوبيسات you must طبعا مستي بيجي بعدها infinitive study hard to pass your exams يعني بعجب ان انت تذكر بقدة لإكتياز النمتحنات students forget their homework الطلبة يجب mustn't forget their homework يجب ان لا تنسي واجبته we listen to our teacher carefully we must يجب ان ننصت لمدرسنا بيعناية we must طبعا مستي بيجي بعدها infinitive be quiet in the library يجب ان تكون هادئا في المكتبة تعالى نشوف قعدة 143 واستاذناك ركز if she طبعا هنا هوا مستر she هي وش والإت الفرب في آخر is فبقوله feels if we طبعا هنا هوا eat well يبقى ده present simple don't or doesn't عشان not فهنا we هتاخد don't if we don't work علي will طبعا واللي بيجي بعدها infinitive هتبقى be علي will be tired علي هيكون متعب لو هو بينعب كرة قدم لمدة ساعتين if you go to bed late tonight you طبعا هنا you want لي علشان المعنى بيقول كلا لو انت رحت السرير متأخر انت want to get up early tomorrow مش هتصحى بدري بكرة if he طبعا هي دي بتتفكل مع بي لأم ويزو or if he is late he will go without him لو هو متأخر هلروح من غيره number six if I go to the supermarket next to Friday I will طبعا واللي بيجي بعدها infinitive I will buy some rice if they طبعا they بيجي بعدها البرزنت عشان هنا في well فبقوله make مش made if they make mistakes لهم بيعملوا أخطاء will be very angry هنكون غضبين غضبين منه if he طبعا هنا في well لو أنت طبعا يبقى هنا present simple don't أو doesn't عشان not if he doesn't practice enough لو هو مش هتدرب بدرجة كافية هو مش هيكتاز اختبار القيادة if we burn a fossil fuel the air طبعا هنا الجملة دي ما فيهش وين فهنا هختر want to be cleaner the air want to be cleaner if you plastic طبعا هنا في well فنا هختر present simple يو هتخد infinitive if you recycle plastic and glass لو أنت هتعيد تدوير البلاستيك والglass الإزاز أنت هتحمي أو أنت هتنتج كما مما أو نفايات أقل if my uncle طبعا هنا في well اللي I want فأنا هختر present simple اللي هي والشيو اللي هي والشيو اللي هي بتاخد s أو don't أو doesn't فهنا هنا اللي هي والشيو اللي هي والشيو اللي هي تاخد doesn't أو s فأنا عندي doesn't have كمل معي يا شباب 177 وهنا هتدي لك password تاني هقول لك الكتاب ده ياريت ألاقي الحاجات بتاعت المعاصر بما أن إحنا شغلين من المعاصر ألاقي الحاجات دي محلولة والناس اللي محلولنا بتحل معايا في gym ياريت تكون حل الحاجات دي لما يجي صح I put a card to send لأنه بيجي بعدها infinity neither where's the sunglasses هقول له to protect لحماية عيونها هنا Mr.Tumen وده فاقول له why do we go to school لحنا بروح المدرسة to learn mom is use an app to هقول له to infinitive to learn why do you go to the school library طبعا هنا هو يموجود فاقول له to read books we spend we spend our holiday in England والتقد التلفون to answer to answer the call عشان أرد على المكالمة my uncle wanted to كيرو رح للقاهرة عمدة لي to visit a friend عشان يزور صديق هات اللي بعد I went to to the sports center yesterday لي أنا رح تمركز ريادي to play voleyball عشان نلعب voleyball كرة طبعا هنا فأخذ why why did sherefa travel by bus لي sherefa سفر to arrive on time عشان توصل في المعات لمع to put it in the exhibition عشان تضع ده في المعرض عشان كده رسمت الصورة لي why did you go to the park لي إحنا بروح البرك الإجابة to see the flowers لرؤية الزو لسه نكمل طبعا معك في المعاصر وزي ما قلت لك كده إن الظروف كلها آخرها الواين مع هذا دول ويخد معهم كمان early هي هي early ok و late هي هي late دول يا mister مسمح لهم حاجات d five دول مسمح لهم يجو في آخر الجملة طبعا لو اشتري shelt well دول مسمح لهم يجو في نص الجملة يعني يجو بعد يوم نون عادي و دول بس مسمح لهم يجو برضو في الآخر يبقى هم هم لي هم مكانين يعني ممكن اقول fast boy و ممكن اقول ان هو fast في الآخر ممكن اقول hard exam و ممكن اقول hard في الآخر ممكن اقول early morning و ممكن اقول early في الآخر ممكن اقول late night و ممكن اقول late في الآخر تعالي نشوف الدرس بتاعنا she practiced طبعا احنا قلنا verb ف good دي مش هتنفع اختها من بالضبط will هي play it the piano beautifully هي تدربة بطريقة جيدة علشان هي تعزف او تأدي العصفة على البيانو بطريقة جميلة can you speak ممكن تتكلم طبعا هنا هو بوصف الكلام في quite لي حط ل l y ممكن تتكلم بهدو لو سمحت طبعا هنا هو بوصف الاكل ان هو quickly يبقى الكلب دا نجعين وبالتالي هو اكل الاكل بسرعة quickly l y the teacher spoke المدرس تتكلم هنا مش هوصف المدرس ان هو angry هو اوصف كلام فاقول speak spoke angrily بشير ال y وحط i l y because i was late المدرس تتكلم بتلاقي غاضبة عشان كنت متأخر bird sing طبعا هنا الطيور بتغني بطريقة جميلة هنا بوصف الغناء دا فبحط l y my grand parentis always help me طبعا هنا هقول جدي وجدي دايما بيساعدوني kind لي بحط l y طبعا مش ينفع kind عشان لازم kind 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 man kind woman kind girl طيب i did in the last exam هنا طبعا i did badly انا قضيت بطريقة او عملت بطريقة سيئة في الامتحال the best driver patiently waits me very every morning انا فهمت حاجة عشان دايك قررت معايا ان ممكن الفرب ممكن يجي بعدي الحاجة اللي فيها l y يعني مثلا patiently وممكن patiently بجيبها الاول لو انا l y اجيبها قبل الفرب زي هنا لكن مش هينفع بيش انتدي تصاب لواحد اكلا عشان بيش انتدي صفة لازم ان يجي بعد احنا يبها هي شهلة البيبي او اخوها البيبي الصغير دا gently برفق هتلا بعده you are very smart you learned very well طبعا احنا انا جد ما بيجيش في الاخر ما بيجيش اللي بعدها ناون فهنا طبعا هوصف ان هو زكي ولعب او تعلم الشطرنج بسرعة وبترعة جيدة well she volunteered heavily لاننا هنا طبعا هي تطوعت بسعادة بشير الواي وحط اي الواي في مركز at the children's day center في مركز يوم الطفول the donated هم تبرعوا by a lot of money kindly to our charity انا هنا بوصف التبرع بضع انه اي بطريقة جميلة او جيدة او ودودة he plays football very طبعا very ما يفيش good و bad و slow يجي بعدهم noun هنا الوحيدة اللي بتيجي في الاخر هي well بعد the verb i can run very طبعا هنا احنا قلنا fast مسموح لا تيجي في النص وموجود مسموح لا تيجي في الاخر فبقول fast انا انا بجري very fast او بطريقة جميلة badly هو بيكره لعب التنس عشان هو بينعب بطريقة badly سيئة يبا هنا مش هينفعوا bad عشان bad بيجي بعدها نون داليا came first in the running race running race she runs really fast طبعا هنا داليا جاءت الاول في السبا هي really really طبعا هنا ممكن نسيبها فاصلة عادي وممكن لو عايز يغير فاصلة equal quickly بسرعة الاثنين واحد شريف opened the door quietly يبا هنا هون هاوصف اني شريف ده وفتح الباب بطريقة هادية علشان اخذ صغير كالنعي هتال بعده ماجد speakature of a horse is excellent he draws very طبعا هنا هاوصف الرسم انه very well بد مش نفع عشان قد هايز نون بعدها او اسم بعدها i heard two people shouting and girly بشير الواي وحط اي اللوا يعني انا سمعت شخصين بيصيحوا بطريقة غاضبة في الشيرة يعني بيتخلقوا adam adam was very hungry and he ate his meal quickly زي اللي فوقه اكل الواقبة بتعته بسرعة عشان هو كان جعين ادم ده their cousins donated money ولاد عمهم اتبرعوا بفلوس kindly بطريقة جيدة او بطريقة ودودة to our charity للجمعية دي يعني استر ابراهيم ده انتظر بصبر for the train to arrive استنى بصبر كده القطر عشان يوصل طبعا بشير مش بشير بحط الواي طبعا احنا قلنا دي يبقى الفرب وممكن يجي قابليه adverb اللي هو في الواي وممكن يجي مع دي ال adverb اللي في الواي اهو زي بص كده داليدا voluntary تطوعت happily بشير الواي وحط الواي as children's day يبقى تبرعت بي اليوم ده او بي زي يوم خير the lion hunter the deer quickly يبقى هنا هو صفر صد للغزالة بطريقة سريعة quickly the teacher explain the lesson good تتحول لي well عشان طبعا احنا good بيجي بعدها ال adjective يبقى المدرس شرح الدرس بطريقة جيدة the deer perurean give me a book to read silently يبقى المكتبة يداني الكتاب علشان اقرأ silently يعني silently معناها بهدوء the children talked angrily to each other يبقى لأطفال يتكلم بطريقة غاضبة يبقى هنا بوصف ال verb عشان كده هحط له adverb اللي هي انجرلي بشير ويحط ill y the sky was dark it rained heavily يبقى هنا السماء كانت مظلمة عشان كده هي مطرت بغزارة heavily بشير ويحط ill y هد بيجي number 159 وتعال نكمل I've been used الألم يستغلم to write with عشان نكتب بي cameras are used to take pictures للتقاط الصور you raise the button انت بتضغط على الزرد to make something happen عشان تخلي حاجة تحصل we wear gloves احنا بنرتدي الكفازات to protect our hands عشان نحمي دينا we start a vegetable garden احنا بنبدأ الحضيقة حضيقة الخضروات to grow fresh fruits and vegetables لزراعة النباتات والخضروات والفاكهة التضغط they use a multi-grip to to take off the tops طبعا هنا توبيقى بعدين infinitive ما تنزيش i bought a card to send to my grand match ريت كرتي طبعا عشان نبعت ولقد دتي i went to the sports center ونرحت المركز ريالي to play volleyball عشان نعب كرة طيرة he put a camera on the ground to film animals at night وهنا طبعا to film معناها عشان نصور الحيوانات باللين عشان كده انا حطيت الكاميرا في الحقيقة عشان نصورها i opened the fridge to take a bottle of water طبعا انا فتحت التلاجة عشان اخذ اخذ ازاز ازاز اتنية you open and close the finisher the fingers back up to the trash back up the trash يبقى هنا هو اقول له احنا فتحنا وعفلنا التلاجة to back لنلتقط القمامة الحاجة اللي هي بايضة فيها هات بيجي number 156 وتعالا نكمل i put a card to send بدي عشان infinitive nesma wears sunglasses to to protect عشان تحمي hair eyes عشان energy my uncle wanted to to visit a friend عشان يزور صديق mom is using app to learn french عشان تتعلم فرنسية rahma listens to music to help her relax طبعا بتستغدر بتسمع موسيقى لمساعدتها في الاسطرخ لما paint painted a picture to طبعا to put عشان energy عشان معها التيدة هي بقى put they make lemonade to to sell in the market عشان الاس فرها travels by bus to to see her cousins سافرت بالاوتوبيت عشان تشوف ولا دعمتها we put some candy to eat during the movie يبقى احنا اشترينا بعض الحنوة عشان نكون لها اسناء الفيلم اكمل معايا هاتلي بيجي number one hundred thirty two في الباهر برضو وتعالي نشوف قعدة f she طبعا هنا شوف well فهنا هيبقى present simple اربع حاجات infinitive لا don't لا اس لا doesn't infinitive don't مع ايو if you they verb في اخر اس او doesn't مع ايو شوئت او singular مفرد she هتاخد اس هتبقى feels if you don't sleep early you طبعا هنا ما عنديش well فطبعا هنا هقول له لو انت ما نمتش مبكرا انت will get up هتبقى will get up early يبقى want هنا المعنى بيقول لي لو انت ما نمتش مبكرا انت مش هتصح مبكرا هتبقى want مش will after tesis او after estes طبعا tesis دي جامعة مستر هتاخد take هي اصلا اخر اس يبقى محتاج verb مش في اخر res يبقى لو السياح اهتموا بين اماكن هم بيزورها هم هيقللوا من مخاطر تدمير البيئة if people learn more about the environment they طبعا هنا ما عنديش well يبقى لو الناس عرفت عن البيئة او تعلمت عن البيئة هم هيكونوا عايزين يحموها هتل بعض after after stay in sample there won't be so many big hotels يبقى لو السياح دول قعدوا في وقات صديقة للبيئة لا زي الكورافان دي مش هيكون هناك فناديك برذير want اكتبع عشان الناس تركز if ecotourism طبعا احنا قلنا بي بتتفك مع البرزنت if ecotourism is successful لو السياحة البيئة دي ناجحة it will create new jobs for the local people هتخلق فرص للناس السكان المحلي دول hat 126 وتعال نكمل if i طبعا هنا مع present simple has هتبقى have if i have an exam i'll study for it if you go to bed late you want when when you want when want say when you want to say you will if omar is football for two hours he'll be tired لو لعب ساعتين سيكون مطعب جدا if she feels seriously she طبعا هنا ما عندي will في الجملة فهنا هاختر will ou انت على حسب المعنى وهي عطشانة يبقى شي well drink some water هتشرب مية if we طبعا هنا في well فأنا هاختر don't or doesn't عشان في not فطبعا و هتاخد don't if we don't work together لو احنا مش هنشتغل مع بعض والماذ deadline if i be hungry i'll eat snack طبعا هنا في well فأنا هنا هفك بدا am is or ال هتاخد am if i am hungry لو انا جعان انا هاكل snack وجبة خفيفة he طبعا هنا ما عندي well و قلنا if لما بتجي في النص بتتعد قبل هو want هشوف المعنى he will catch his bus هو هي اخد الاوتوبيس لو هو goes to the station early لو راح المحطة bedry oh يبقى صح كده مش want if he طبعا بتتفك if he is free he'll visit us لو هو فاضي هيزورنا she'll buy new phone if she have a lot of money طبعا هنا she هتاخد معها فتاخد has he طبعا هنا mister if فالنص مفيش well اصلا هنا لو لاحظت كده مفيش well فانا هاختر well هقول he want to visit us if he is busy هو مش هيزورنا لو هو مشغول if she طبعا هنا فهنا هناخد هيوش وقت بتاخد s if she gets up early shall get catches the pass لو هي صحية بدر طبعا بشوف هتبقى ولا هتبقى doesn't على حسب المعنى هنفيها ولا خليها مزبتة if you study hard you well or yal طبعا هنا the will بيجيب بعدها infinitive هتبقى head 123 وتعالى you mustn't طبعا mustn't بيجي بعدها infinitive هتبقى swim you stop you drop trash on that beach طبعا هنا هقول mustn't يجب ند that ما ترميش القمامة على الشرط when we go come back we must take a tent بنخيم لازم نبقى معنا ناخد معنا خيمة you mustn't يجب على ترمي اللتر القمامة في الحضقة you mustn't scare the birds لاجب على تخيف الطيور many kinds of birds migrate طيور كثيرة بتهاجر they must fly to the different to different countries يجب انهم يطير لبلاد مختلفة in the zoo people في الحضقة people mustn't get too close to animals يجب ان لا يكترهم من الحيوانات هاته اللي بعد بيجي number one you respect nature طبعا هنا must يجب ان تحترم الطبيعة you mustn't طبعا mustn't تبيجي بعدها infinitive اقول scare يجب ان لا تخيف الطيور والحيوانات you نشوف mustn't كده ونشوف المعنى you mustn't leave trash in the desert يجب ان لا ترمل الكمامة او تترك الكمامة في الصحراء you must طبعا هنا الفينة بتاعها be you must be careful يجب ان تكون حريصا in the natural environment في البيئة الطبيعية you must walk to school today because there are no buses يجب ان تمشي للمدرسة النهاردة عشان ما فيش أوتوب ساد you mustn't walk in the desert when it's hot يجب ان لا تمشي في الصحراء لما يكون الجو حر you must study يجب ان تذكر بجد students طبعا هنا study اشير الاس وحط وقي study هاتا اللي بقالو students must follow the school rules مش mustn't يجب الطلبة تتبع أو تتبع تعليمات المدرسة you mustn't throw trash on the beach يجب الا mustn't ترمي القمامة في الشط أو عن الشط we must drink major it's healthy يجب ان تشرب الكثير من الماء عشان ده حاجة صحية thank you and goodbye اشتركوا في القناة